بدعم من منظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف نظمة الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة هذه الورشة لتقييم سير تنفيذ الخطط الخاصة بتحسين الاهوال المدنية في جات الفترة من العام 2018 الى العام 2022 والمتعلقة بالتزيل الرقمي لشهادات الميلاد الخاصة بالاطفال وقد شهدت الورشة عرضا مختصرا لتقرير المنسقية الوطنية الخاصة بالاحوال المدنية بالوكالة تلا ذلك خطاب المديرة العامة النائبة للوكالة الوطنية للوسائق المؤمنة مريم ايوسكو حسني التي ذكرت المشاركين بمرسوم انشاء الوكالة ومهامها الاساسية واشادت بدعم شركاء لتنفيذ مهامها لا سيما منظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف فيما اشادت ممثلة اليونسيف بجهود الهكومة الجادية واهتمامها بالاحوال المدنية وتطرقت في خطابها الى هامية الحصول على المستندات الشخصية وقالت ان النظام الرقمي للأحوال المدنية يسحم بشكل كبير في الحدي من الهجرة غير الشرعية وحماية الاطفال من الاستغلال السيء فضلا ان التعمل الاجتماعي اما ممثل وزير ادارة العراضي واللمركزية جندول في كامان قال ان الدعم الفني والمالي لليونسيف والاتهد الاوروبي للبلاد سهما في تسريع تنفيذ الخطة التي وضعتها الوزارة عبر الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وفي خطاب افتتاه عمال الورشة اشهد المدير العام لوزارة الامن العام والحجرة بنجلا جيغانغا بتأهد اليونسيف وعمالها تجاه الاطفال الجادين وقال ان جاة تأهدت منذ العام 2015 بعصلاح وتطوير الحالة المدنية في البلاد اشتركوا في القناة